18 عرضا تنوعت بين الفيلم القصير والعرض المسرحي تم ترشيحها من بين 60 عملا فنيا للعرض في مهرجان قسم السمعية والمرئية بمعهد الفنون الجميلة في مدينة الفلوجة العروض الفنية ركزت في موضوعاتها على الأحداث المريرة التي مرت بها الفلوجة خصوصا ومحافظة الأنبار عموما في مرحلة احتلال تنظيم داعش من خلال ترشيحنا المجموعة من الأفلان التي جاوزت 60 عمل اختارين تقريبا 18 عمل هذه الأعمال برزت ما مرت من معاناة هذه المدينة وخصوصا المواطن الأنباري بصورة خاصة من نتيجة الحروب من معوقين من أمراض التوحد بناية معهد الفنون الجميلة في الفلوجة شهدت أحداثا كبيرة في مرحلة احتلال تنظيم داعش الذي حولها إلى معتقل ومقبرة لضحاياه قبل أن تعود الحياة من جديد إليها لتكون مصدرا من مصادر الثقافة والفنون في المدينة الكل يعرف الظروف التي مرت بها المدينة القاسية والمدمرة فبدأنا نتجاوز هذه المرحلة إن شاء الله وأسسنا لنواة فنية ثقافية ثوعوية جديدة من خلال مشاركة الطلاب والإقبال على الفنون بشكل عام فنانو الأنباري شددوا على أهمية اختيار المواضيع التي تعبر عن رسالة حقيقية للفن لتشكيل نواة إبداعية تهدف إلى الارتقاء بواقع المدينة الثقافي يجب أن تكون هذه أعمال فضلا عن الإنجاز الفني أيضا للموضوعات الهدور بإيصال الرسالة الفنية فنتمنى أن يكون أيضا التوجه نحو إذكاء روح الفن من حيث الفكرة والأداء علينا الفن رسالة ومن المؤمل تحويل مهرجان قسم السمعية والمرئية في معهد الفنون الجميلة إلى دوري في كل عام بما يمكن الطلبة والأساتذة على حد سواء من تطوير قدراتهم الفنية قبل بضع سنوات كانت أصوات المعذبين تزروا عن هذا المكان الذي كان يعج بصور الموت التي خلفتها أياد عناصر تنظيم داعش لكنه اليوم ينهض من جديد ليمحو أثار تلك الحقبة القاسية ويستعيد إلاقه وإبداعه السابقين محمد جميل الحرة مدينة الفلوجة